طيب المفروض بعد ما شفنا الجزء بتاع الشرح اه المفروض انت حلت الاسئلة اللي قدامك فانا هحلها لك هنا هو وانت راجع اجابتك والاجابة لخطأ اللي عندك تصححها وبكده بنكون اه خلصنا اخر حاجة عندنا فنبدأ كده على طول من صفحة اتنين. هنبدأ بالدوكيمون اللي هي الوسائق عندنا في الامتحان ان شاء الله بتاع بكرا يبقى عندك اه قطعتين كل قطعة لها اربع اسئلة كل سؤال بدرجة خلاص طيب القطعة الاولانية بيقول فيها اقرأ القطعة وجاوب على الاسئلة التالية اسمها قطعة فهمة يا شباب مش قطعة حفظة يعني وارد تقابل الكلمات انت متعرفاش وبالتالي تستنتج الكلمات من خلال سياق الكلام ام بتكلم بنتاع صورة بتقول لها كده يوجد جيبات جميلة في هزا المحل اه اون فا انتري ارايك ندخل بنتالت لها وي اون رو جارد لي كولور يلا نتفرج على الالوان بتاعتهم لما دخلوا جوه لامير الام بتقول جو تبخبوز انا اقترح عليك انت لا جيب نوار تشيبو لاماترا على الانيفرسير دو مونة انا باقترح عليك الجيبه نوار يعني السودا تشيبو لاماترا انت ترتديها اللا دي دامير بعوض مكان جيب عشان ما نكررهاش مرتين انت تستطيعين ان ترتدي الجيبه في عيد ميلاد مونة بنتا قلت لها لا انا مش هاخد السودا انا هيقيس الزرقه مامتها قلت لها لكنها الزرقه بتكون قصيرة اوي ودايئة اوي لانت تستطيعين انت خروجي بهذا الشكل بنتا قلت لها ماما سلامود ماما انها هتكون عالموضة الام بتقول لي بنتا بعد كده اسمعيني يا بنتي احنا ناخد اه تمام اللون الازرق كم تيفو زي ما انت عايزة لكن هنبحث لتايتو اه كاتر عن ما اثر بعض سي سو بير هيكون رائح طيب تعال على الاجابات بتاعتنا احنا بنسمع الديالوج ده فين يا طرف نادي ولا بي في محل ملابس هي دي الصحة طبعا سي في مدرسة لا اكسسوار لا كانوا بيشتروا ملابس اتنين ما تجيش بقى اول ما تلاقي هنا في القطع صارة تقوم واخد لي صارة لا ما هي اللي كان بتحتفل بعيد ميلادها هي مونة البنت بتنقل لبس عشان تروع عيد ميلاد مونة يبقى مونة هي طيب الامر كونسي اصارة دو اشي تس الام كاب بتنصح صارة انت اشتري ايه يا طارة بتنصحها اركز بقى اين جيب سيري جيبه دايقة لا تب اين جيب كورت جيبه قصيره لا تب اين جيب لارج اه هي الصحة تب دي دي يعني يا مستر اين جيب ديمو داي دي مش معناها جيبه مش على الموضة قديمة يعني فاكيد الام مش هتقولي بانتهت حاجة قديمة طيب اللي بعدها رقم اربعة صارة فيدو شوبينج افيك صارة كان بتعمل شوبينج مع مين ما ميتها طبعا يبقى اه اه سامير هي الاجابة الصح اتمنى اتمنى متوقعش درجات خالص في الوثيقتين لان الوثيقة هي فيها المعلومات وي دي الاسئلة فما فيش داعي ان احنا نضيع اه اه درجاتنا خالص هات الوثيقة التانية يلا في صفحة اتنين نفس الصفحة الوثيقة التانية ركز هو بيتكلم عن ايه دو يعني من يعني ده الشخص اللي بعت الرسالة وهتلاقيه ماضي باسم تحته يبقى دو الكس من الكس ا الى جيان يبقى ده ايميل ده الموضوع اللي بيتكلموا عنه نوفيل ميزون منزل اه جديد مين اللي بعت الرسالة االكس يبقى االكس اللي بتكلم عن بيته فالكس بدأ الرسالة بيقول زاكا جيان جو فيان دو براندر من بتو دي جونيه فيان دو ده زمن لسه اخذينه من شوية اقول لك عليه فيان دو زائد مصدر انا لسه واخد الفطار بتاعي ودلوقتي اجاوب ع السؤال بتاعك ما نوفيل ميزون السوفر اه رانجين منزل بيكون رائع ومراتب ونا اه ان غران صالان نحنو لنملك غران صالان عمدنا صالان كيبير سالة مانجي بيوصف اقزال بيت اي دو شامبر وي غورفتين دون لا شامبر دو مي باران في غورفتة بو يومي إليا ان غران لية يوغا تسيد كبير اي اي ارموار ودولاب جو بغتاج يعني انا بشارك ما شامبر حقورتي اي او من فرير مع خويا دون لسالون في السالون إليا دي تابلوه لوح رفوف ما عندناش بوسترات متعلقة على الحيطة لومتان صباحا جو ايد انا بساعد مامير مامتي افير دو شو بينج خلاص تعا نشوف الاسئلة كان بيوصف ايه مدرسته لا مش عارف يعني ايه طب ماشا استبعد الباقي كان بيوصف عيلته لا طبعا كان بيوصف حيه لا طبعا يبقى فضل واحدة بس يا صاح حتى لو مش عارف معناها دوميسييل محل اقامته يعني بيته اهو ما تجيش بقى تقول لي ما انا معرفش يعني دوميسييل ما تستبعد عند خيار الاستبعاد طيب رقم ستة الكسي بارتاس اليكسي بيوشارج حجرته مع مين مع اخوك يبقى فين اخوه دون لو صالون في الصالون بنجد ارجع على دون لو صالون ماشي فين فين اه يبقى تابلو السالون بتاهم كان فيه تابلو فين كلمة تابلو اهي معلم علينا بالله اصفر هنا يبقى تابلو طيب لو متان الصبح اليكس بيعمل ايه بيرتب سريره يبقى فير له ليه بس اللي بعده يلا اللي بالصفحة لصفحة اه تلاتة مواقف مواقف عندنا هتبقى بستة درجات خلاص ما تضيعش بقى حاجات عالفاضي يبقى هتشتغل بطريقة الاستبعادة هتلاقيك بتحل صح هتعك هتلاقيك بتحل غلط تعال بتسأل صديقك رأيه بتسأل واحد صاحبك عن رأيه في منظرك هتقول له ايه عايز تطلب رأي واحد طيب استبعد اللي ماينفعش بالقلم السود في ايدي ده بيسأل عن السعر ماينفعش من رأيك في الحي ماينفعش ماذا تعتقد في الزي بتاعي دي صح كيف انت تجد اللوك بتاعي دي طبعا ماينفعش طيب اتنين انت بتستعلم سير لوبري عن سعر ملبس ماذا انت تقول طيب الرواية دي مش ملبس بي ما سعر هذا العقد العقد ده من الملابس لا ده من الاكسسورات ماينفعش الروبل فستان من الملابس او ينفع يبقى ودي واحدة صح تاخد تمشي معانا طيب دي سوجين البنطلولجين دي زمن بلابس يكون بي كم يبقى هما الايجابتين دول الصح اللي بعده تلاتة البيع بيطلب البيع بيطلب آآ تطاي مقاسك ماذا هو يقول هو يقول لك ايه يقول لك لون ايه ماذا تفاض اي لون انت تفاضل لا كالتاي تيفي دي صح بتلبس اي مقاس وتيفي بتلبس اتنين وتلاتين ولا اربعة وتلاتين يبقى بيو سي صح طبعا كالما تير اي مادة انت تفاضل اي موديل انت تختار لا طبعا هم نسأل عم ااسك طيب انت تطلب من البيع لماتير المادة الخام بتاعة الفستان كاسك تي دي عايز تسأل واحد الفستان ده عمل حج من اي مادة خام يبقى ما تنفعش ما تنفعش انه يكون من اي مادة يكون من ماذا دي طبعا دي بتسأل عن السعر البيع بيسألك لونك المفضل انت تقول له ايه عايز لون يبقى جوش وزي لو نوار ان اخترت الاسود سي لو روج انه يكون الاحمر بتوصف الزي بتاع زميلك انت تقول ايه او ابرسي لها معجب انت معجب بزي زميلك انت تقول ايه يلا الموقف سبعة في نفس الصفحة سبعة تسأل صديقك الاكسسوار المفضل بتاعه هو كاسك تي دي عايز تقول له تبتتفضل اي اكسسوار يبقى تي بريفير الاكسسوارات بي ما تنفعش سي دي كور ما تنفعش كالاكسسوار شوى زي تي صح تخترت اي اكسسوار سي طبعا اي اكسسوار انت ما بتحبوش انت بتسأله عنا عن اكسسوارات المفضلة صديقك بيسألك اللي انت بتضع حاولك وعنقك طيب يا ترى حلقان ايه لا كولية اه بينفع نلبس سلسلة او عود حاول ان رقبة فولار اه بيتربط على الرقبة اللي هو وشاح طيب بعد كده بيقول لي انت بتسأل صديقك ده اللي هو المعصم بتلبس ايه حالين ايديك يبقى حزازة وبلبس ساعة يد اللي بقى ما ينفعش انت بتصف جزمك الجديدة ماذا انت تقول الجزم دي حاجة مفرد مؤنس عرفت مين من الصفة ده واقل لك ان كلمة شسور جمع مؤنس يبقى انها تكون من الجلد دي تنفع و تكون برباط تنفع انت بتسأل صديقك عن مشروعاته في عطل اتنات الاسبوع القادمة القادمة اخد بالي من برشاندي يبقى عايز زمن مستقبل بيكون من تصريب زائد مصدر يبقى ايه صح طب دي فيها كم فعل فيها فعل واحد ما تنفعش طب دي ايه اه فعل هو استاذ ومصدر بس ما تنفعش ليه لان ده زمن الماضي القريب اللي هو فينير دي زود مصدر طيب دي تنفع اه تصريب بقى ليه زائد مصدر انت هتعمل ايه في عطل اتنات الاسبوع الجاية يبقى انا هكده خدت ايه ودي اتناشر تي دي ماند اعطهم اه بير بتطلب من ابوك الا conviction الازن عشان تخرج يبقى تقول له انا عايز اخرج يبقى جو بير روغار دي لتليفزيون لأ جو بير سورتير صح اه جو بير سورتير سيلو بالعايز اخرج من فضلك ما تقوليش بقى انت تستطيع تخرج انت اللي عايز تخرج فعايز تقول له انا عايز اخرج ما فعاش تقوله انت عايز تخرج طيب ايه لي بالصفحة? في صفحة? اه في صفحة اربعة من اول تلات اشر. صديقك بيسألك سوكوتي بار تفاق اه اه تونميت وديماند سوكوتي بار اه بور فيردوسور. انت تلبس عشان ما تتمرس رياضة. بدلة? لا. بي بانطلون وقميس? لا. باسكت? احزير رياضية? اه. طب مايو ايه تشيرت زي رياضة واتشيرت اه. طيب اربعة عشان طورة ميت عن فيت اي انفيت صاحبك بيدعوك لحفلة وانت بتعتذر. يبقى تقول انا اتراجع و انا لا استطيع. خمستاشر انت تتحدس طاش يعني ايه? اعمال منزلية. تتحدس على اعمال منزلية اللي انت بتعملها في البيت. يبقى بتقول بكو الملابس. ستاشر تدي كريت عشان بركز كتيب. توصف حجرتك. طب حجرتك دي ايه? مؤنسة هي. يبقى ايه حاجة مزاكرة تطلع برا. يبقى هي اجتماعية? لا. هي منزمة? اه. هي من القطن? لا. هي كبيرة? صح. اللي بعده سبعتاشر انت بتوصف انت بتوصف منزلك الجديد. تقول يوجد به مدرسة? لا. يوجد به ست حجرات اه تنفع. هو بيكون قديم? اه. طب يا استاذ يا ما تنفعش? لا ده مش وصف. ولا ده ينفع ولا دي تنفع. طمنتاشر. صديقك بيسألك. اللي انت بتعمله في المطبخ? يبقى هدي واحدة صح. بردت بالسري في المطبخ? لا. بردت بالدولاب? لا. بحضر وجبة? اه. يبقى دي تنفع. طب. بكو الهدوم ما يبقى انك واش في المطبخ. يلا اللي بعده. نفس الصفحة. جملة ساعتاشر. جملة ساعتاشر بيقول لي فيها. اللي هي الخشب دو ساشمبر. الموبل اللي هو ايه? السرير الدولاب. الاغراض الموجودة في حجرتك من الخشب. طيب يبقى انت بتسأل صديقك عن الاشياء الموجودة في حجرته. كاس كتيدي. ماذا? انت تقول. طيب. لا. ما بسألش كده عن عن الخشب. كالتوني تي بريفير اي زي انت تلبسه? لا. كالموبل? انت تضع اي من الاساس? او كالديكوراسيون تومي? لا طبعا ما تنفعش. ده ديكور ده اساس. كالسان لي موبل? ما هي اه الاساس? ما هو الاساس بتاع غرفتك? واحد وعشرين. عشرين. انت تحدث عن الاساس بتاع غرفتك. ماذا انت تقول? السرير خشب يبقى من الاساس. حمام مالهاش لازمة. دش مالهاش لازمة. طابل دوشاف اللي هي تطاولة بجوار السرير يا جماعة. تنفع. واحد وعشرين تبار لدي بتحدث عن الدكور. خلاص? بتتحدث عن الدكور بتاع قطك. الدكور بتاع قطك يبقى السرير مش من الدكور. الستاير من الدكور واللمبة من الدكور. الباقي غلط. ارموار دولاب ملابس. دين وعشرين تي ادرس عن كونسي. انت توجه نصيحة. الى زميلك لكي ينجح. تقول له ايه? ما تعملش الواجب. راجع كويس دروسك. اسمع كويس لمدرسينك ده ما تنفعش ده ما تنفعش. امك لسه لسه محضرة الغداء. مازا هي تقول لك? تقول لك حط التراويزة عشان ناكل. تعال اتعشها معنا. ناكلش. اخسل اسنانك لأ. اخسل ايديك وتعالى كل. انت تحكي حدث في الماضي. لازم الجمل تكون في الماضي القريب. اللي هو ذائد مصدر. يلا تقول لبعده. صفحة خمسة. صفحة خمسة اخر كم موقف? خمسة وعشرين بيقول لي. تيدي مونت اتونا ميلو نومبر دوريبا برجور كاسك تيدي. عايز تسأل عن عدد الوكبات اللي صاحبك بياخدها خلال اليوم. ما ينفعش تقول اين? ولا في اي ساعة? تي مونج كوم بياندو فوا برجور بتاكل كم مرة في اليوم? اه كم طبق? لا اك كوم بياندو ريبا برون برجور. ستة وعشرين. تنا ميتو دي مونت صديقك. اللي موجود في الحمام. مفيش مكتب في الحمام. فيه دوش? اه. اه بي. اه بنوار ده اللي هو البنيو اه. موجود صح. طيب. لأ كبارتيات لأ. بعد كده سبعة ورشين بيقول لي. بتطلب من اختك ان ترتب حجرتها. ما هتقول لها ايه? اعمل المطبخ? لا. حضر الوجبات? لا. اه 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 اغسيل الاطباق? لا. فضل اتنين فيس في طون لي ونتويات عشان برو يعني نظفي قطك. عشان تقول رأيك فيه اكسسوار معين كاسك تيدي. البلوفر مش من الاكسسوارات. الكوليه من الاكسسوارات. الخاتم من الاكسسوارات. الدولاب مش من الاكسسوارات ولا الفستان. بور السي عشان تقيس. انفت ما. مال بس. بتقول ايه البيع? اه او استطيع انا اي سايزة البنطلون جينز. انكوا. لا ما الدخام. لا. الكابين دو السياج سي او الكابينة اللي احنا بنقص فيها فين او البروفر هي دي صح دي ما تنفعش. خلاص? كده بنكون خلصنا المواقف كلها المتاقعة ان شاء الله الامتحان بكرة. نخش على الجرامير. طيب هتجيب لجرامير من عندي صفحة اه خمسة. عايزك بس تركز فيه. كل جملة من جمل الجرامير بيكون فيها مفتاح للاجابة. فانت تركز على مفتاح الاجابة هتعرف تحل. الجملة الاولينية دي مسلا هتطلف الخيارات كل بكل اشكالها. يبقى انا مفتاح الاجابة عندي الاسم اللي هو يالي النقاط على طول يا كلمة ملابس. الكلمة دي اه مفرد مزكر واي كلمة نهايتها المقطع اما او ان تيت بقى مزكرة يبقى اخد الخيار ايه. الجملة التانية بيقول لي فيها سارة بورت اين روب نقط كارو. كارو ده هو مفتاح الاجابة. ده الشكل من الاشكال الخارجية يبقى يسبق بحرف جره اه. دي مادة خام يبقى يسبق بحرف جره اون. اربعة كت سات جيب. قلتلك كت لو جيت بعد النقاط يبقى على طول لوحدها. كم سعر? قلت لك كلمة من الكلمات اللي بيأتي معها صفات جمع مزكر دائما يبقى اخد بوتي الاخيرة اس. سارة ونادى اعوض عن الاتنين دول بقلبك اس هنة واي حاجة مع هنة نهايتها اونة تاي? يبقى الساي. فيه مفتاح الاجابة? سا. تعامل في التصريف زي. يبقى اخد. ما بحبش التشيرتات. التشيرتات دي كلمة جمع مزكر يبقى اخد سيري الاولى. ما بحبش التشيرتات الضيقة. جوارب. جمع مؤنس مفتاح الاجابة يبقى اخد كل. من الكلمات المفرد المؤنس لكن مدام بدأ بمتحرك اخد طن. كلمة دائما يأتي بعدها صفات جمع مؤنس يبقى مزكر اه. هتروح لسوق اوعى. هتروح لست اللي هي بتيه واحدة لانها بدأ بفويل. بيقول لي من القطن. يبقى عايز اقول من ماذا يكون الروب يبقى كمل. ايه اللي بصفحة صفحة ستة? صفحة ستة بيقول لي وحذرتك من كلمة كوت. مادام الاسمين دول جمع يبقى اخد كوت اخيرة طبش معنى يا استاذ? لان الفعل كوت ده اصلا فعل مجموعة اولى ده المصدر بتاعه اللي هو الخيار رقم دي. فده المصدر. فالافعال تجمع بي او ان تي ولا تجمع بي اس. وبالتالي لو هاخد اس دي يبدأ تصريف مع تي خلاص? طيب رقم خمستاشر زي من الكلمات المؤنسة اخد ستة. انا بعلمك دايما بالاصفر على مفتاح الاجابة فين? انا عايز تصريف فعل. الفعل يصرف دائما على الفعل يبقى اخراقس. بابا بيعمل عايز اقول كثيرا واصفة كسرة فعل بتأتي معا بكو. يعني معطف من الكلمات المذكرة يبقى من الحاجات الجامل المؤنس يبقى السري. طيب نفي يوقع على فعل لا لا اسف. انت ما عملت السريرك? قلت لك قبل كده. القادة بتاع بتاعت سي بتقول لو انا عندي سؤال منفي يبقى احضر في دماغي حاجة من اتنين. ايه هما? لو سؤال منفي في دماغي يا اما سي يا اما نو. لو السؤال ايه? منفي. طيب رقم واحد حددت ايجابتي. وي مش معنا خالص. ولا بيانسير. يبقى يا هاخد سي يا اما نو. طيب شيل اللي بقى على تانين نفي يا باشا? شلناهم اقرأ. انت اه ترتب سريرك. خلاص? اهي. انت ترتب سريرك. قال لي انا برتب سرير الصبح. يبقى هو بيرتب السرير? اه. يبقى بالاجابة اخد سي. طيب لا هو ما بيرتبش السرير كنت اخدت نو. طيب جو في عشي تاي فيست. اه كلمة فيست من الكلمات المؤنسة يبقى اخد ست. يا استاذ انا بوصف اللون ولا بوصف البنطلون الجينز. وهو لو بوصف اللون هاخد لون مفرد مؤنس اللي هي ا. ولو بوصف البنطلون الجينز هاخد بي. لو عندي كلمتين كده في جملة واحدة اسمين ورا بعض. يبقى انا بوصف دائما الاسم الاول اللي هو لكولور يبقى مفرد مؤنس اخد نوار اللي هي اه مؤنسة. خلاص? طيب بعد كده بيقول لي جولي نقط تون ارموار. جولي دي ايه? منادة. يبقى جولي اللي عندي دي منادة. خلاص? امر مع تي يبقى لازم احزف الاس لان الفعلي رونجية فعلي مجموعة اولى فاخد دي. طيب شابوش ده اللي هو بزمط اللي هو بزعبوت يعني. شكل خارجي اخد ا. خمسة وعشرين كلمة موديل من الكلمات المذاكرة اخد سو صفات اشارة. يلا ستة وعشرين في نفس الصفحة. ديت حالة خلاص. ستة وعشرين كوستيم معناها بدلة. عايز اقول هذه البدلة. المذكر يبقى سوق. الصفات ده ايمن بعد سي توضع في المفرد المذكر. والصفات ده ايمن بعد اون في المفرد المذكر. بغض النظر عن ما قبلها. طيب اكسسوار جمع. طب اكسسوار دي جمع ايه? جمع مذكر. يبقى كله عليها اس. يبقى دي مفتاح الاجابة. تالون ده بكع بشكل خارجي. يبقى اخد حرف جره اه. كوير جلد. اه مادة خامة اون. خاتم مؤنس ست. ما سور دي جولي بخاسلي. ما سور تو عمل على كنها قل التصريف مع ايه يا اما اخر الفعل تي يا اما دي اخد تي. اصرف هناك على دي. الاكسسوار انا سوف ارتدي هي. عايز ها تعبر عن كلمة الاكسسوار تاتي محلها منع لتكرار كلمة اكسسوار. اكسسوار مفرد. اه مذكر اخد له. شابو اللي هي كلمة قبعة. خلاص كلمة قبعة من كلمات المذكر فاخد اه اه سو. خلي بالك لو شابو اخيرة اكس هاخد سي. طيب لايه بوت? الاحزية كلها جمع مؤنس بتكون. اه عايز جمع مؤنس اهي. مونة بتضح حلقان. حلقان دي اه بعدها ارجوه مادة خام فضة يبقى هنا. ليونة نظارات دائما جمع مؤنس اخد دي. اقلب الصفحة. صفحة سبعة. جملة تسعة وتلاتين فولار معناها وشاح مذكر اخد سوق. قال لي هنا هو بيكون كروهات. عايز اسأل عن شكل البلوفر يبقى كيف يكون البلوفر. موسيو نعم انا عايز انتظر حضرتك قدام المحطة يبقى فو. بقول انتظر بقى. انت نفسك ولا انتظرني انا انتظرني انا تبقى ضمير مفعول اه للحاضر. بيقول لي اللي هي تاتة واربعين شرشي فو مادمانزل. كلمة عايز اه جامع مذاكر يبقى كل. لشارب مونة الاشارب. مونة سوفا ترتديهي. يبقى مطلوب مني اعرف الاشارب ده مذاكر ولا مؤنس? مؤنس اخد لا. جملة خمسة واربعين. اللي هو الحزام. مفرد مؤنس احط ست. انا هشتري قبعات. انا عايز اعرف كلمة قبعات دي. مزكر ولا مؤنس? يبقى على طول اه اه كلمة جامع مؤنس مفيش تنفع هنا غير مارا تمشي كده وكده. طيب سبعة واربعين لسه حالي لنواحد زي يقول لك لكن هنا مش طالب بقى مزاكر ولا مؤنس. عايز اسأل كم قبعة انت اشتريتها بسأل عن العدد كم عدد. طيب عايز اغير اكسسوار مفرد مزاكر. ينفع اخد سول اخيرة دي? لأ. بابدأ منحرك بقى ست. اطفالي عايز اديهم امر. طب وفعل زو ضميرين. يبقى اي اركز بدي. فعل زو ضميرين. ده امر ايه? مسبت. اي ضمير مفعول قبل الفعل يطلع برة. قبل الفعل يطلع برة. فضيل اتنين. بكلم اطفالي جمع. يبقى ما ينفعش ابيتوا يبقى ابيتوا. دي اللي تنفع. صح? اللي هي ا ا ا ا ا. طيب. ابو يا امي. اعاوض عنو بلافك اسا. تصريف معهم او انتين. خلاص? تسعة واربعين خلصت يبقى خمسين. كمل في نفس الصفحة. خمسين خلصت واحد وخمسين. في نفس الصفحة بيقول لي. الصيف. عايز يقول هذا الصيف. الصيف مفرد مذكر. لكنه بدأ بحرفه متحرك خطي ست. طيب. الفعل في ده هو دائما ما ياتي بعديه. خلاص? طيب يا ترى دي. مذكر ولا مؤنس? اه مذكر يبقى خد. دو. دومان غدا. كلمة من الكلمات يدلل على مستقبل. تصريف فربا ليه زائد مصدر. يبقى جو في عليه. مشروعات من الكلمات الجامعة المذكر يبقى اخد كالي اللي هي سي. جنوف هيبا نافي وقع على فير اخد دو. دونزينور كلمة من الكلمات يدلل على مستقبل. هو حاطط لي المصدر. يبقى فضل لتصريف فربا ليه. مع ليه يبقى ايه يبقى ايه. طيب. سو سويت اي اوريجينال. اوريجينال دي صفة. احط كسرة صفة. واي كلمة تنتهي بالمقطع قلتلك قبل كده. ده هو. يبقى مؤنس. ودي اخيرها اس تبقى جامع ويبقى اخد كل. طيب غرفتك مفرد مؤنسيك يبقى عليك ان ترتبوها يبقى لا. تنتهي بالمقطع ايه يبقى مذكر. اخد اللي هي فيها ال ولا ينفعش اخد دي لان هيجا حرفين متحركين وراء بعض. مونا اه نظفي قطك. مونا يبقى اخيرها يبقى اوه تصريف مع ال ال. من اتمنذ دقيقة كلمة لكلمات الده اللي على الماضي القريب. يبقى تصريف زائد دو زائد مصدر. طيب تصريف مع الجو يبقى يوجد كم حجرة في منزلك كومبياندو. اقلب صفحة ستة اه تمانية. صفحة تمانية معلش قلت ستة. بيقول دي المكنسة. مفرد مذاكر ومبدأه بمتحرك اخد ستة. في اي ساعة انت تستيقظ. فعلا مصرف يجي بعدين مصدر. طيب طلع اللي مش مصدر. ده مش مصدر. طب ده مصدر? لأ. فضل اتنين مصدر. يا اما حاجة فيها سو. يا اما حاجة فيها تو. ابص على ضمير الفاعل. يطلع عندي تو. يبقى لازم يوافقه تو. يبقى تو كوشي. هاخترك كلب ونان على الكلمة ده هي. اللي هي كلمة موبل اللي هي اساس مفرد. جامع مذكر يبقى كلب. الرب يكون اكثر. الصفة موضوع المقارنة دائما ما تتبع الاسم الاول من حيث نوع العدد يبقى جولي بي. الصفات دائما بعد سيف المفرد المذكر يبقى جولي. طيب بص جملة دي. منا في دو اه 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 سان كيلو جرام. منا ميت كيلو جرام ندا في ندا سان كيلو جرام. يبقى ايزا ومنا وندا نفس الوزن. يبقى الاتنين عايز اقول مساويين في التخن لبعض. يبقى اوسي. لتجير الرفوف. رفوف القضاء بتاعتي بتكون جامع مؤنس. لان الكلمة رفوف دي كلمة جامع مؤنس. كده بننهي الجرامير كله. فاضل المقالي. احنا طبعا خلصنا اول اتنين. يبقى فاضلي الايميلي التالت والرابع. وفاضلي كمان خمس موضوعات. اه هعملهم لك حالا. طيب بننتقل لاخر جزء في المقالي. احنا مبرح كنا خلصنا ايميلين وموضوعين. فنبدأ على طول من الموضوع رقم تلاتة. اول حاجة لازم اقرأ الموضوع كويس. هنا في الموضوع رقم ثلاثة بيقول لي. اكمل الموضوع بالتلاتة عبارات كاملة. ونبهنا على الموضوع ده. ما تكتب ليش كلمة وتقول لي ما انا كتبت عبارات كاملة. واخد من السؤال واكتب. خلاص? قال لك ترد تحت تقول له بانجور. قال لك تشاو ترد تحت تقول له تشاو. طيب الاسئلة. في اي حي انت تسكن? هتقول يعني انا. عبت اسكن. باخد من السؤال اللي هو كتبه. اي حي بقى. اي اسم من الاسماء معك يمشي. منزلك عملي ازاي? احفظ لي الصفة. يبقى ما ميزون. منزلك انت تقول لي ما ميزون منزلي انا. اهم حاجة الصفة دي. تاخد بالك منها تكون مفرد مؤنس لان كلمة ميزون اصلا مفرد مؤنس. كما عدد الغرف في منزلك. عايز اقول يوجد يبقى تعبير اسمه. اخد بالي من الحاجات الرفيعة دي. تروى ثلاثة في الشقة. ما جبتش من عدي حاجة. باخد وغير سياخت الكلام واكتب. الايميل التاني. جاوبنا ببونجور تحت. اي من الاعمال المنزلية انت تفعل. ممكن بتقول تحفظها. كتابة. ممكن بتقول بردت بسريري. سهل قوي اهي. احفظ اي من التاش ميناجير الاعمال المنزلية. بردت بسريري. اي حاجة من الاعمال المنزلية. بردت بقطي اي حاجة. طيب. مع من انت تشارك قطك? تقول جو برتاج. انا اشارك. مع شمبر غرفتي. مع مان فرير اخوية. طيب. كاسك تفى افون ضلي اه اه الكل. طيب ماذا تفعل قبل ان تزهب الى المدرسة? تقول افون ضلي اه الكل. قبل ان ازهب الى المدرسة. باخد من السؤال وبقول. انا باخد لبطي دي جونة. الافطر. ممكن تقول لو دي صعب عليك. اه اه باخد مثلا اهوة. تكفي. لو دي صعب عليك. خلاص? ده بالنسبة للايميلات المتوقعة ان شاء الله تيجو بكرة. الايميلات. آآ آسف الاستوجين المواضيع المواضيع. هقرأ رأس الموضوع. واركز ان هو هنا بيكون حاطط لكلمتين يساعدون ان انا اكتب لازم ادخلهم فيه سياق الكلام. اخد بالي من الكلام ده قوي. فاستعملهم اكون جمل بسيطة. تلات اربعة جمل بسيطة في المغرب العربي. واحاول اقلبهم الى فرنسية. تعال نشوف. اوصف منزلك. الراجل هنا قال وبيقول له اوصف المنزل ومع ذلك جاب جملة اضافية بيقول انا سكن في حي هادئ. ينفع ياخد عليها درجة. طيب هيتكلم عن بيته. ما ميزون اي جروند. اللي اقول لك شيلو شيلو. اه لا اللي جاب جميل يعني. ساني يا بابا انا بسجل. مش وقت الاقل دلوقتي. معليش يا قدعان. طيب. اه جابد جابد دانزان كارتييكال ان سكن في حي هادئ دي واحدة بتحفظها. اه يوجد حديقة امام المنزل. المنزل المؤنس عوضت عنه بقل. مكون دو نوف بياس تسع حجر. انت خليهم اربعة بس يا سيدي. اربع حجر للنوم اكوشي. وي انسالامونجي يكفيك لحد هنا وتاخد درجتك كاملة. الرقم اربعة. اوصف غرفتك. بيقول لي هنا احفظ كلمة مهمة جدا. مرتبة مهمة جدا. السرير في الشباك. اه اللي هي ترابيزة بجوار المكتب. اه اكوتي دولي بجوار اه السرير. لو لي ايه السولة في نتر? السرير تحت الشباك. خلص حط نقطة اربع جمل. خمسة امك تدون بتعطيك دي امك بتديك شوية نصاية عشان تخلي قطك مرتبة. اعمل سريرك. اداء لليفر دون لبرو. رتب كتبك على المكتب. ما ضع السيديات على الرفوف. بس لسبيراتور. ماشي المكنسة. اغلق الشباك. رونجة تيفت نوع دون لارموار. هو انا كاتب لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. خد اربعة بس. يكفيك تاخد درجتك كاملة. واحد دعك لحفلة تناكورية اوصف الحفلة. مونا مي جوليان فت سون الانبرسات. صديق جوليان يحتفل بعيد ميلاده. اصيد اوكازيون بمناسبة هذه المناسبة. هو بيونظم بيونظم انفيت شلوي. حفلة عنده هو. بوصف معدي الحفلة. آآ آآ 20 مايو. الحفلة هتبدأ من الساعة واحد وعشرين. آآ آآ الساعة واحد وعشرين على في الحفلة. اون شونت غنينا اي كود دولاي ميزيك واسمعنا موسيقا. اون مانجو دي جاتو كالنا جاتو ايه شوكولة سهلة اوي. سبعة. تحدث عن عن ماذا سستفعله في عطلة اتناهات الاسبوع القادمة. يبقى لازم كل الجمل محطوطة في زمن المستقبل. يبقى عطلة اتناهات الاسبوع القادمة. انا سوف اذهب الى الريف. هاخد القطر الساعة سبعة. هاوصل الساعة تمانية. هعم في النهرة او البحيرة. هروح الغابة مع اولاد عمي. هرجع الساعة اتنين وعشرين. مطلوب منك برضو من كل موضوع تكتب لي اربع جمل وترجم بالعربي وبعد كده اقلب الى خلاص. ان شاء الله اه اللي متحمش هيخرج برا الورق اللي احنا تكلمنا فيه وبره الشغل اللي احنا اشتغلنا فيه. اه ربنا معاكم وابقوا اطمنونه بكرة بعد اللجنة ان شاء الله. واشوفكم على خير ومع السلامة.